هاي بنات بهذا الفيديو رح نسوي ريبيو على ثلاث عدسات رمادية بس كل واحدة بدرجة مختلفة وستايل مختلف الهدف من هذا الفيديو انه احنا نعرفكم على درجات رمادية بختلفة وبنفس الوقت نساعدكم باختيار الدرجة اللي انتو تحسونها مناسبة لكم انا الحيلة وتلاحظون ملابسة عدسات ورح تشوفون شلون ان العدسات الرمادية رح تغير اللوك كومبليتلي اول عدسة رح نتكلم عنها هي اللوجيا اسمها نبيا انا اول مرة اجرب العدسات لكن جدا 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 مريحين على العين خاصة انه فيها هاي ووتر كونتنت يعني العدسة وايد رطبة لو تلاحظون انه لون العدسات مايل على الازرق مع تحديد بالاطراف وبالنص اللون مايل اكثر على العسلي حبيت حيل التركيبة اللي فيها العدسة لو بوصفها او بقول انه هي تناسب اي وقت اكثر ممكن الوقت المسائي اكثر لان العدسة لمعتها وايد قوية يعني اكيد 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 اذا لبستي هذه العدسات اكيد عيونتش كل الاتنشن رح يكون على العين ثاني عدسة رح نتكلم عنها هي من فريش لوك كولور بلينت بلون غري طبعا اكيد ما يخفى عليكم فريش لوك من اريح العدسات تقريبا اللي موجودة بالسوق واتوقع انا فريش لوك اول عدسة جربتها بحياتي وايد احب عدساتهم واللون هذا مثل ما تشوفون جدا طبيعي حيل يندمج مع لون العيون لو تلاحظون ان العدسات فيها اندرتون ازرق وفيها تحديد يبرز درجة الرماد اللي فيها لكن بنفس الوقت جدا طبيعية حيل شكلها ناتشرل ومدموجة مع لون العين خاصة ان بالنص فيها لون عسلي انا اعتقد ان الدرجة هذي من اللون الرمادي مناسبة حق البنات اللي متخوفين انهم يجربون العدسات الرمادية مناسبة حق كل انواع البشرة ومناسبة حق الميكاب الخفيف وبنفس الوقت حق الميكاب الذقيل اخر عدسة بتكلم عنها هي امبر غري من بلا اليت كوليكشن العدسات حيل مريحين ولو تلاحظون جدا ناتشرل شكلهم حيل طبيعي اللون الرمادي اللي بالعدسة يمكن تستغربون في اندرتون بنفس جي لكن لانه مدموج مع الوان عسلية فمخلي العدسة دافية وهادية وخاصة ان العدسة ما فيها رنك او لقهوة تحديد فتحسون ان العدسة حيل شكلها ناتشرل شخصيا احس ان العدسة هذي هي اهدة واحدة من بين العدسات اللي جربتهم عشان شدي احس انها هي تناسب كل وقت سواء الليل او نهار او حتى اذا تبون تستخدمونها كعدسات يومية بعد ما شفتوا بنات العدسات الرمادية اللي جربناهم واللي كل واحدة لها درجة مختلفة واندرتونس وستايل مختلف عن الثاني اتمنى انكم تشجعتوا على فكرة تجربة اللون الرمادي في العدسات كل العدسات اللي شفتوهم خلال الفيديو وتشكيله اكبر واحلى منها راح تلاقونهم في ايوا دوت كوم وصلنا الى نهاية الربيو اتمنى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ترجمة نانسي قنقر شكرا